سلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد قصة النهاردة هي من أكتر القضايا غموضا على الإطلاق ومن أكتر القضايا الناس أو المتابعين هنا على القناة بيطلبوها وهي قضية ملكة جمال الأطفال جون بني رامزي واللي تقتلت سنة 1996 وهي عندها 6 سنين بس القضية دي بقالها 24 سنة والبوليس لغاية النهاردة ومش عارف يحل لغز القضية دي في فيديو النهاردة هنعرف تفاصيل القضية وهنعرف ايه هي أكتر الافتراضات ايه ممكن يكون اللي حصل لجون بني رامزي القضية دي استعانت فيها بمصادر كتير وهحطهم كلهم فيه صندوق الوصف ومنهم دوكيمنتري كان على النيتفليكس اللي عنده نتفليكس ممكن يتفرج عليه يشوف التفاصيل أكتر عن القضية دي بطل قصتنا هي ملكة جمال الأطفال جون بني رامزي واللي كان ساعتها عندها 6 سنين من كولورادو في أمريكا باباها جون بنيت رامزي ومامتها بيتسي رامزي وأخوها بيرك رامزي واللي كان عنده ساعتها 9 سنين هنتكلم بسرعة وباختصار كده عن الباجراوند بتاعة العيلة هما مين من الأب من الأم علشان ده بيبقى مهم في كل قضية الأب اللي هو جون بنيت كان أكبر من امراته 19 سنة وهي كانت تعتبر الجوازة التانية اللي كان عنده جوازة قبل كده وكان مخلف 3 أولاد لما جون اتعرف على بيتسي كانت هي ساعتها وغدا لقب ملكة جمال وست فيرجينيا وكانت متخرجة من الصحافة وكانت درسة صحافة يعني فهي كانت امرأة جميلة جدا وزكية جدا فهو أعجب بيها على طول وهي كمان أعجبت بيه جدا لأنه هو كان ناجح جدا في شغله وكان بيشتغل في شركة كبيرة ومشهورة المهم يعني أن جون بنيت ده كان راجل غني جدا وكان يمتلك منزل كبير مكون من 15 هرفة في كولورادو فجون وبيتسي تجاوزوا سنة 1980 وبعد كده جابوا أول ولد اللي هو بيرك سنة 1987 وجون بنيه سنة 1990 واسمها كان متاخد من اسم أبو باهل اسم الأول والاسم اللي في النص فحطوا جون وبنيت مع بعضهم هم طلعوا في الآخر بجون بنيه وده بقى الاسم بتاعها ندخل بقى في الحادثة نفسها 25 ديسمبر 1996 كانت عيلة جون بنيه معزومة على العشاء لأن ده كانت الليلة بتاعت الكريسماس اللي هو يوم 25 ديسمبر فكانوا هم معزومين عند ناس صحابهم على العشاء فراحوا اليوم دوت وبعد ما خلصوا رجعوا بالعربية مروحين البيت وعلى حسب كلام عيلة جون بنيه إن جون بنيه كانت نيمة في العربية وأول ما روحوا البيت على الساعة 10 مساءً كانت هي نيمة فأخدوها وهي نيمة وشلوها وطلعوها على القوضة بتاعتها ونيموها على السرير بتاعها وفي اليوم اللي بعده على الساعة 5.52 الصبح بتسي رامزي اتصلت بـ 911 علشان تبلغ إن بنتها اختفت وكانت متصلة وهي في حالة من الزعر ومن القلق وعملها تقول إن بنتها اتخطفت ولازم البوليس يجي دلوقتي علشان يشوف الموضوع في إيه ويلحق يجيب بنتها موسيقى لا أعرف. لا أعرف. هناك تحديد. هناك تحديد. 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 أرجوك. ما تحديد. أحياني لنحن بحديد. أرجوك. أرجوك. أعرف كم لطفق. لا أعرف. أرجوك. 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 زي ما اسمعته في التسجيل زي الأم كانت في حالة من الانهيار ومضطربة جداً وكانت بتطلب أن البوليس يجيب سرعة عشان يلحق يشوف بنتهم اللي اتخطفت وأن في رسالة لطلب فيديا كانت متسابعة عندهم في البيت. فطبعاً البوليس راحة لطول البيت وكان في الأول كانوا معتقدين أن البنت اتخطفت فمن الحاجات الغريبة اللي العيلة دي عملتها أنه هو لما الموضوع دا حصل اتصلوا بصحابهم علشان يجوا البيت. ودي كانت حاجة غريبة اللي هو المفروض أن انتوا بتدوروا على بنتكو يعني انتوا ليه بتتصلوا أصلاً بصحابكم في وقت زي دا. البوليس عمل شوية أخطاء فادحة في القضية دي. منها أن كان فيه ناس دخلوا وطلعوا اللي هم أصحابهم اللي اتصلوا بيهم وكده دخلوا وطلعوا في المكان والمفروض أن دا ما كانش يحصل لأن دا مصرح الجريمة. وأكبر خطأ حصل من البوليس أنه هو سأل جون وواحد من أصحاب جون أنه هم يدوروا على البنت في البيت لأن البيت كبير جداً ويعملوا اللي هو الفاينال تشيك على البيت كله علشان يشوفوا لو في حاجة مثلاً هم ما شافوهاش أو كده. وبالفعل القب بنزل في الحتة اللي هي بيسموها وين سيلر أو المخزن اللي بحطوا فيه الألكوحول والخمور. المهم يعني لما نزل المكان دا لأ بنته مرمية على الأرض وملفوفة بطنية وميتة. فطبعاً هو أول ما شاف المنظر بدأ يسرخ وما كانش مستوعب اللي هو شايفه وأخدها وطلع على فوق. فطبعاً دي كانت أكبر حاجة غلط حصلت إن هو حركها من المكان بتاع الجريمة حركها من مكانها وشالها فطبعاً كل الكلام دا كان غلط جداً إن هو يحصل. فكده مصرح الجريمة تلع فيه. المفروض اللي كان يلاقي جون بني وحد من أفراد البوليس مش الأب اللي كان يلاقيها طبعاً لما الأب أخد البنت على فوق والأم عارفت وجاتلها حالة هسترية لما شفت بنتها والبوليس أعلن بوفاة البنت. لما بيكون فيه جريمة حصلة في البيت أول ناس بيتشك فيهم هم العيلة اللي جوه البيت فالبيت نفسه مكانش فيه أي أثر إن حد دخله عنوة يعني مفيش مثلاً باب مكسور أو شباك مكسور فمكانش فيه أي أثر أو أي دليل إن فيه حد دخل عنوة للبيت والوقت اللي حصل فيه كان في ديسمبر فكان فيه تلج فمكانش فيه أي أثار أقدام على التلج كان فيه شباك مكسور في القبو تحت بس أصلاً عائلة جون بنية قالت إنه شباك ده كان بقاله كذا شهر مكسور من قبل كده فده بقى ما يعتبرش إن فيه حد قسر ودخل عائلة جون بنية كانوا معتقدين إن فيه حد اقتحم البيت وعمل اللي عمله في بنتهم لأن هي كانت ملكة جمال وبتروح مسابقات كتير وكانت معروفة فممكن يكون حد مثلاً من اللي كانوا بيروحوا مسابقات الجمال أو مثلاً حد شافع على التلفزيون حطاه في دماغه وكرر يعمل اللي هو عمله بس الكلام اللي هم كانوا بيقولوه ده ما كانش له أي دليل مادي لأن ما كانش فيه أي دليل إن حد دخل البيت أو اقتحم البيت وكمان اللي هي الرسالة بتاعة طلب الفدية ديت لو هو مسلاً حد كده طب ليه كان هيسيب الرسالة بتاعة الفدية فدلوقتي أصبح الأب والأم هم المتهمين الأساسيين في القضية دي طب إيه بقى حكاية الرسالة بتاعة طلب الفدية الرسالة دي كانت عبارة عن ثلاث صفحات طوال كانت مرمية على السلم بتاع البيت والعجيب إن الصفحات اللي كانت مستخدمة أو الورق اللي كان مكتوب عليه الرسالة دي كان متاخد من الدفتر بتاعهم اللي كان متساب في المطبخ فتحسد مثلاً إن اللي كتب الرسالة دي بعد ما خلص اللي عمله جون بن ايه طلع على المطبخ وقعد وقعد يكتب في الثلاث صفحات دول واللي هي ممكن تاخد منه مثلاً خمساشر ديه كتابة فكان هو واخد راحته جداً في إن هو يكتب بالثلاث صفحات طوال دول يعني أنا مثلاً لو عايز أطلب فيدية مفروض إن أنا قبل ما أروح أعمل اللي أنا عايز أعمله هكتب الرسالة بتاعت الفيدي قبل ما أنا يعني أروح المكان مش إن أنا أقرر في نفس الوقت يعني إن أنا أكتبها فده تحس إن هو حد ما كانش مقرر إن هو يعملها وكتبها بسرعة مثلاً المهمة في الرسالة دي كان مكتوب فيها إن إحنا عشان نرجع لك بنتك لازم تدفع لنا مية وطمانتاشر ألف دولار وده كان بالضبط البونس اللي كسبوا جون بنت في السنة ديت فهنا البوليس طبعاً قال ممكن يكون مثلاً حد من زميله في الشغل مثلاً لأن مين هيعرف الرقم ده بالضبط إذا كان في حد مثلاً كان بيشتغل معاه مثلاً في الشغل بس الرقم ده كان غريب جداً لأن مثلاً لو حد عايز يطلب فدية من عيلة جون بني وهي عيلة غنية جداً كان هيطلب رقم بقى محترم يعني إيه مية وطمانتاشر ألف دولار دي كان طلب رقم كبير وبرده كان مكتوب في الرسالة دي إنه ما تتصلوش بالبوليس عشان بنتكو ترجع فهما اتصلوا على طول بالبوليس أول ما لقيت الرسالة دي ودي برضه كانت حاجة غريبة يعني أنا مثلاً لو أنا خايفة على بنتي يحصل لها حاجة بشرف إيه هفكر مرتين قبل ما اتصل بالبوليس بس ممكن يكون في ناس مثلاً ردت فعلها مختلفة ممكن هي حست إن لا أنا مش يعني الأحسن أن أنا اتصل بالبوليس هما يساعدوني أكتر تحس من كتابة الرسالة إن هي ممكن تكون متفابركة إن هما كانوا بيستخدموا جمل كانت يعني مستخدمة في أفلام مشهورة من الأفلام اللي هما كان فيها طلب لفدية وكده فكانت الجمل نفس الجمل اللي كانت مستخدمة في الأفلام دي فدي كانت حاجة غريبة جداً فالمحققين أخدوا نفس الدفتر اللي هو كان مكتوب عليه لأنه أصلاً كان مكتوب عليه بخط يد الأم وبخط يد الأب فهم أخدوا نفس الدفتر علشان يكرنوا الخط بتاع الأم والأب بالخط بتاع المكتوب فيه الرسالة بتاعة الفدية المهم إن هما أخدوا الدفتر وكرنوا ما بين الخطوط فالنتيجة طلعت إن الأب ملوش علاقة بالموضوع وإن الخط يعني مش شبه الخط بتاع الأب إنما خط يد الأم ما كانوش متأكدين إن كان هو متطابق مع خط اللي كان مكتوب بيه طلب الفدية ولا لا فواحد من خبراء الخطوط كان بيقول إن باتسي رامزي اللي هي الأم بتكتب حروف معينة بطريقة مميزة جداً وهي كانت متشابهة لنفس الحروف اللي كانت مكتوب بيها طلب الفدية وبعض الكلمات كان فيها أخطاء إملائية يمكن عشان اللي كتبها كان مستعجل أو ما كانش عارف يكتب إيه أو ممكن يكونوا عايزين يبينوا إن اللي كتبها حد مثلاً مش بيعرف يكتب إنجليزي قوي يعني ممكن يكون مثلاً حد أجنبي وبيكتب إنجليزي وكانت بإمضاء S-B-T-C واللي لغاية النهاردة محدش عارف ده معناه إيه لما لو جون بني كانت ساعتها متكممة أو يعني محدوط على بقها شريط لاصق وكانت حوالين رقبتها حبل أو خط رفيع كان متاخد من العدة بتاعت الأدوات والفرش بتاع مامتها بيتسي وكانت مخبوطة على دماغها وكان فيه علامات على جسمها وكان كمان واضح إن فيه علامات إن هو تم الاعتداء عليها السبب الرئيسي للوفاء هو الخن والعجيب في الموضوع إن المحللين الجنائيين أثبتوا إن موضوع الخنق ده تم بعد حوالي من 45 دقيقة لساعتين بعد ما اتضربت على دماغها فموضوع الخنق ده ما حصلش بساعتها إنما حصل بعد فترة من موضوع الضرب فممكن تكون هي اتضربت على دماغها وبعد كده فقدت الوعي فبعد 45 دقيقة لمدة ساعتين يعني فالعمل كده رجع وكمل اللي هو ابتداه بإنه هو خنقها الشريط اللاصق اللي هو كان على بق جون بني كان عليه بعض الألياف أو الوبر عارفين أنتو لما بتبقوا مثلا فيه بلوفر أو هدوم أو كده بيبقى فيه زي شعيرات أو وبر طالع من الهدوم المهم يعني هما لقوا على شريط اللاصق ده الوبر ده من اللبس بتاع الأم اللي هي باتسي من الحاجات برضو اللي هي تخليك تشكي في العيلة دي أن باتسي كانت لابسة نفس اللبس اللي هي كانت لابسة وقت ما كانت في العشف اليوم اللي قابله عند الناس أصحابهم كانت لابسة نفس اللبس لغاية اليوم اللي بعده لما قابلت البوليس وبرضو من الحاجات اللي كانت الناس بتنتقد فيها العيلة بتاعت جون بني أن هما كانوا كاتبين على القبر بتاعها 25 ديسمبر طب إزاي أنتو قايلين أن هو يوم 25 ديسمبر أنتو مفروض أصلا أنتو ما تعرفوش الوقت بالزبط اللي حصل فيه الموضوع ده كان إيمت هل هو كان في الليلة بتاعت 25 ديسمبر ولا في صباح اليوم بتاع 26 ديسمبر فالناس كانت بينتقدوا أنتو يعني على سلطة أن هما ما يعرفوش أصلا اليوم بالتحديد بس أنا عن نفسي شايفا الموضوع ده عادي هما أكيد اختاروا يوم من اليومين وخلاص يعني هما مضطرين أن هما يختاروا يوم عشان هما يحطوه على القبر بتاعها في بعض الافتراضات أن بيرك اللي هو أخوها ممكن يكون هو السبب اللي حصل بس الأم والأب كانوا بيقولوا أنه هو كان نايم طول الوقت على سريره لغاية لما البوليس وصل البيت بس اللي يخلي الواحد ما يصدقش الكلام ده أنه هي أصلا كانت بتقول أنها كانت بتدور على البنت طبعا أول ما اكتشفت أنها مش موجودة في البيت فكانت بتدور عليها في البيت وكانت بتسرخ وبتزع وبتدور على البنت وبتنده بإسمها وفتحت الأوضة بتاعة النوم بتاعها بيرك فمفروض يعني أن هو يكون سمع صوت الصريخ والزعيق وكل الكلام ده مفروض أن هو يكون يعني صحي من النوم فيها دلة كمان ظهرت مع الوقت وهي مكالمة التليفون اللي هي 911 فاللي ردت على التليفون كانت بتقول أن هي كانت سمع أكتر من صوت في خلال المكالمة التليفونية وفي نهاية المكالمة بتسي كانت فكرة أن هي قفلت التليفون بس هي ما كانتش قفلته فكان فيه يعني فترة كده ما كانش فيها كلام بس كان فيه المكالمة كانت لسه مفتوحة فمع التكنولوجي الحديثة عملوا تحسينات على الصوت كانوا سمعين أكتر من صوت في المكان يعني كان فيه ثلاث أصوات في المكان فلو كلام ده صح فالوحيد اللي كان موجود معهم كان بيرك اللي هو أخوها اللي عنده تسع سنين فده بيثبت أن قصتهم فيها فبركة وأنه هو ما كانش نايم طول الوقت ولا حاجة وأنه كان صحي ساعة ما كانوا بيتكلموا في التليفون مع 911 المهم البوليس لقى كشف في البيت وعائلة جون بنية كانوا بيقولوا أن الكشف ده مش بتاعهم وأن هم عمرهم مش شافوا الكشف ده قبل كده والمحللين الجنائيين أثبتوا أن ده كان أداة الجريمة طيب نيجي بقى على أهم دليل في القضية دي وهو طبق الأناناس اللي باللبن اللي كان متسابع على تربيزة الصفرة فطبق الأناناس باللبن ده كان معروف أنه هو من الأكلات أو الحلوة المفضلة عند جون بنية كانت بتحبه جدا فالبصمات اللي كانت على طبق الأناناس باللبن ده كانت بصمات بيتسي وبرك والطبق ده كان من الليلة القبل الألية ليلة 25 ديسمبر العجيب بقى في الموضوع أنه لما قاموا بتشريح جثة جون بنية لقوا في المعدة بتاعتها أناناس ما كانش لسه تخضم ودي كانت حاجة غريبة لأنه على حسب كلام عيلة جون بنية أنه هم خدوها من العربية لما كانت نايمة وشالوها طلعوها على القضة بتاعتها وحطوها على السرير عشان تكمل نوم فإزاي لقوا هم قطعة من الأناناس في معادتها وكانت تبانن هي لسه وكلاها لقوا كمان دي ان ايه لشخص مجهول الهوية لقوه تحت الأضافر بتاعت جون بنية فده معنان هي مثلا كانت بتعافر أو بتقوم حد فكانت يعني مسكته عفرت وكده فطلع دي ان ايه في تحت الأضافر بتاعتها وكمان لقوا نفس الدي ان ايه على الملابس الداخلية بتاعتها لنفس الشخص المجهول الهوية وللأسف لغاية النهاردة مش عارفين الدي ان ايه ده يطلع لمين وهو مش لأي حد يعني هو الدي ان ايه ده ما طلعش لأي حد من أفراد عيلة جون بنية رامزي وفي 2008 بيتسي رامزي اتوفت بمرض السرطان بيرك اللي هو أخو جون بنية عمل لقاء تلفزيوني واحد بس وكان مع دكتور فيل وكان في منتهى الغرابة في اللقاء التلفزيوني ده تحس انه هو كان بيتسم طول الوقت بطريقة غريبة جدا وكان تحسه ان هو مرتبك ومتوتر طول الوقت فدي كانت حاجة غريبة هل هو مثلا كان متوتر لان هو عارف ان الناس كلها اصلا شك فيه وان هو اللي عمل كده في اخته ولا هو فعلا ما عملش حاجة ومش عايز الناس تحس ان هو عمل حاجة فهو كان متوتر وقلان لاحدش عارف بالزبط وما ينفعش نحكم على حد من بس اللقاء تلفزيوني وان هو كان بيبتسم بطريقة غريبة وان هو كان الان فممكن يكون هو فعلا اللي عمل كده في اخته نيجي بالاكتر نظرية او افتراض ايه ممكن يكون اللي حصل لجون بنية رامزي فيه ناس كانت بتقول ان اخوها كان عنيف شوية في التعامل معاها فكان ساعات بيضربها مثلا او كده بس ده حاجة ممكن تحصل في اي بيت يعني مثلا فيه اخوات كتير قوي بيضربوا بعض ومش عارف ايه وكده فالموضوع ده ممكن يكون عادي في بيوت كتير يعني ما ينفعش نقول اه هو كان بيضربها فهو ده اللي حصل فممكن مثلا يكون بيرك ضربها وهو يعني ما يقصدش وكده ففقدت الوعي وبعد كده الاب والام فبركوا الموضوع علشان ما يخسروش البنت ويخسرو كمال ابنهم في الموضوع ده ففيه خبراء كانوا بيقولوا ان ممكن يكون اللي حصل كالتالي ان المشكلة ابتدت بطبق الاناناس باللبن فهي مثلا كانت نايمة زي ما الاب والام قالوا ان هي كانت نايمة وبعد كده صحيت فنزلت تحت فلاقيت مامتها عاملة طبق اللبن بالاناناس لاخوها فهي عشان هي طبعا بتحب الاناناس باللبن ودي الحلوة المفضلة عندها فهي خدت باديها من الطبق حتة مثلا من الاناناس فهو اخوها ادايق واتعصب فخد اللي هو الكشاف ودربها على دماغها ففقدت الوعي وده يفسر لي مكانش على الطبق البصمات بتاع جونبني لان هي خدت من الطبق باديها يعني خدت حتة كده من الاناناس باديها وخدتها وكلتها فهو اخوها ادايق وعمل اللي عمله فهو لما ضربها بالكشاف وغابت عن الوعي فهم افتكروا ان هي كده خلاص ماتت وده بيفصر ليه بيتسي كانت لابسها نفس الملابس اللي كانت لابسها من اليوم اللي قابله وبيفسر كمان ان الورق اللي كان مكتوب عليه الطلب الفدية هو من نفس الدفتر اللي موجود عندهم في المطبخ الحبل او الخط الرفاية اللي كانت مخنوقة به كان متاخد من الادوات او علبة الفرش بتاعة بيتسي الموصف في الموضوع لو كان الافتراض ده الصح ده معناه ان هي البنت بعد ما فقدت الوعي لان هما بعد كده علشان يفبركوا الموضوع وان فيه حد اقتحها من البيت ودخل البيت وبعد كده خنقها ومش عارف ايه وكده ده معناه ان هما اللي كملوا عليها معناه ان هما كانت هي لسه صحية وان هما اللي خنقوها وطبعا هما مش مدركين ان هما بيخنقوها وهي لسه عايشة الافتراضيات تانية ان ممكن يكون فيه حد فعلا دخل واقتحم البيت لان فيه دي ان ايه موجود ومن شخص مجهول الهوية فالدين ايه ده بتعمين لان هو مش بتاعه ولا حد من الافراد بتاع عائلة جون بنية رامزي هي القضية دي اصلا في منطقة الغرابة والافتراضيات فيها ممكن تبقى كتيرة جدا ونقعد بقى يعني ساعة نقول في الافتراضات اللي ممكن تكون حصلت في رأيكم انتو ايه وايه اللي ممكن يكون حصل في وجهة نظركم بس ده كان الفيديو ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة واشوفكم الفيديو الجايها لخير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة